اشتركوا في القناة عندنا نفس اسمها نفس مطمئنة دايما نفسنا المطمئنة بتبقى مطمئنة بمعية الله عز وجل وعشان نكون بمعية ربنا نكون بنصلي ونسكوه دايما ونسكوه ذكر كثير سبحانه وتعالى عشان جدا النهاردة هنكلمكم عن الباقيات الصالحات ايه اميرة علاقة الباقيات الصالحات بالكورونا لا ما فيه فيه ثوابت في الاسلام وانت كمؤمن عندك نفس مطمئنة بالمولى عز وجل خلينا نعرف اكتر عن العلاقة ما بين الذكر وازاي تحصل نفسك من كورونا وغيرها من الامراض والاوباء مع فضيل الدكتور محمد حمود شيخانان جليل من العلماء الأزر الشريف السلام عليكم اهلنا ساذة اميرة احييك احيي مشاهديك الكرام شكرا جزيلا وفريق عمل البرنامج ربنا يا كلم شكرا جزيلا وانا عارفة لحضرتك جاينا النهاردة مخصوص فانا بشكرك شكرا جزيلا على رأسي ربنا يا عزك الناس عندها هلع شديد من كونه ورعب هم عندهم حق بس احنا مؤمنين ودايما حضرتك تقول لي دايما المؤمن ثابت بالله عز وجل صحيح ونفسه مطمئنة صحيح ازاي الناس تبقى نفسها مطمئنة الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن صار على هداه واتبع ملته إلى يوم أن يلقاه فإذا ما قابل النبي في الجنة التزمه أي احتضنه وحيا أجاد لك التحية بني كمك الإنسان إذا استشعر معية الله فلن يخاف من أي شيء إذا استشعر أن كل شيء في هذا الكون بقدر الله وأن ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه إن كل شيء خلقناه بقدر صحيح ونخذ يبالك من كلمة شيء كلمة شيء ذي عند علماء اللغة تطلق على أصغر الأشياء وعلى متوسطها وعلى كبيره فإذا قال ربنا سبحانه وتعالى إن كل شيء خلقناه بقدر فعلى الإنسان أن يطمئن وأن يستريح وليعلم أن في أقدار الله كلها خير والرسول صلى الله عليه وسلم انظري إلى هذه الكلمة العجيبة الغريبة من سيدنا محمد يقول عجبا لأمر المؤمن ده النبي اللي بيتعجب ليتعجب من حال المؤمن رغم أنه النبي يعني ما يلفتش نظر الحاجات الا الاستقال اللي يقول عجبا لأمر المؤمن إن أصابته ضراءه فصبر كان خيرا له هذه هو والحياة وحشة يعني وإن أصابته صراءة فشكر كان خيرا له سبحانه وتعالى وشوفي بقى لما رسوله في حديث تاني يقول حتى الشوكة يشاكها يعني وانت خرجه كده حاجة ضربت في جزمتك حاجة ألمت رجل ضربتي في رجل الدولاب في رجل الكومودينو في ترابيزة في كرسي في البيت فرب العباد أنت تقولي أي والملائكة يقولوا يختلفوا بقى دي مليون حسنة ده أي كانت طويلة شوية لا ده كانت بسيطة فشايف حضرتك أنت قلت أي وكشرتي ولعنت الكرسي ولعنت الدنيا هم أمين لا يكتبوا لك الحسنات فالمؤمن يعلم أنه أغلى ما خلق الله في الكون سبحانه يا رجل شوفي طيب هو أربنا عز وجل بيدينا كل الخير دايما صحيح حتى لو في وباء أو ابتلاق بيبقى فيه خير للمؤمن صحيح طيب المؤمن المفروض يكون راضي وإحنا بنتكلم عن الباقيات الصالحات منها الحمد لله الله أكبر فردة في ناس قاعدة في بيتها وممكن يكون عندها مغتب غير ناس كتير قوي ما عندهاش مغتبات دلوقتي ومش راضية برضو بقاعدة البيت ففي مؤمن راضي قوي وفي مؤمن لسه عنده حتى تريده ما وصلتش لقلبه صحيح اللي عايش معه أطماعه يا أستاذ أميرة لن يرضى أبدا اللي قاعد عنده هدف لازم يعمل كذا ولازم يعمل كذا ولازم يعمل كذا هو خلاص حط مجموعة رغبات ورجاءات رجاءات من الحياة مش من الله إنه يبقى مليونير وإنه يبقى عنده عزبة وإنه يبقى عنده عربية وإنه يبقى عنده خدم فده عمره ما هيرضى أبدا ليه لإنه عايش مع أطماعه وكل عايش معنيه عينه كل ما تشوف حاجة تشتهيها وعايز تشتريها فده عمره ما هيرضى أبدا ليه لإنه عايش مع هذه الأطماع أما اللي عايش مع أرزاق الله إن جاءت فرحة بيها ومنعت فرحة أيضا يفرح أحد الصالحين ويقولون أنه من أهل بيتي النبي صلى الله عليه وسلم جايلوا ناس وعملينوا أوليابنا بنت رسول الله كعادتهم لما كانوا يكلموا أريب النبي صلى الله عليه وسلم جئناك من مكان بعيد التماثة للبركة والتماثة فقال ما حالكم مع الله قالوا نحن قوم إذا أعطينا شكرنا وإذا منعنا صبرنا إن شاء الله لا أنا عايزك تقفي معي شوي قالوا نحن قوم إيه إذا أعطينا لما ربنا يدينا نشكر نشكر طيب ولما ربنا ما يديناش نصبر نصبر صحيح قال لهم هذا حال كلابنا هذا حال إيه كلابنا لما تديها لقمة تشكر تقعد تهز دلها وتتبسط قوي يعني وإذا منعنا هتعمل إيه تصبر على الجوة قالوا حالوا كلابكم كيف حالوا المؤمن قال إنما المؤمنون إذا أعطوا آثاروا إما ربنا يديهم يديوها للناس مش يقعد بقى يا بخلو نحن قوم إذا أعطينا آثارنا وإذا منعنا شكرنا عشان مش هل يتحاسب عليها نقول يا رب الحمد لله اللي ديت دي رزق على قدي أنا دول اللقمتين دول هتحاسب على اللقمتين بخلاف اللي عنده بقى حاطت في التلاجة ودي في رزق ودي باللي جنب الدي وهكذا يعني صحيح فحضرتك الإنسان لابد أن يعيش مع أخضار الله ويتلقها هو ما عليه إلا التوكل الصبح ما عاد الشغل الساعة 8 أميرة تخرج الساعة 8 صحيح هترجع الساعة 3 تترجع الساعة 3 الله سبحانه وتعالى صاق لها خير كسير فضل ونعمة صاق لها رزق الكفاف فضل ونعمة وهتيك صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين كان يأتي إلى عمر الأموال فيوزعها على الصحابة الكرام وزهت مرة أعطاها لرجل فقير وقال للذي أرسل معه المال راقب حاله أقعد عنده يومين تلاتة شوفه ويصرف في الفلوس إزاي وكان قد أعطاه 12 درهما 12 ألف درهم والدرهم الإماراتي مع رب كام والدينار الكويتي مع رب كام فالعملية يعني كلنا عارفين الدرهم والدينارات فلما أعطاه كل هذا فجلس قال والله ما ليه من مبيت فسأبيته عندك سلاس حتى أعود إلى بيت وبات معاه ففجأت لقى الراجل جاب الخادم بتاعه وقول له خد دول والديوم له فلان خد دول والديوم له فلان خد دول والديوم له فلان حتى أنهى جميع المال الذي أرسله له عمر بن الخطاب فاللي يعيش مع أطمعه مش هيرضى أبدا واللي يعيش مع قدر الله هيرضى ولو يأكل اللقمة الحاف صحيح طيب احنا كده دخلنا في الباقيات الصالحات وقلنا الحمد لله صحيح ليه يسمعها الباقيات الصالحات باقيات مفردها باقية ويعني إيه باقية يعني لها عمر طويل وقد تخلد مع الضر فهذه الباقيات الباقيات قد تكون غير صالحات صحيح واحد حاطت حاجة في وسط الشارع كده تخبط في رجل كل الناس اللي رايحة واللي جاي صحيح فده باقيات برضو ولكنها باقيات غير صالحات وليه قلنا بقى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ليه قلنا هي الباقيات الصالحات وتركنا الأعمال لأن هذه إذا قلتيها فسوابها سابت انت لو قلت سبحانه ربي العظيم هيقول وصلكات نياتها تكفر هيقول وصلكات نياتها هتقول حاجة تانية هي سبحانه ربي العظيم سبحان الله وبحمده وخدي بالك النبي في التسبيح اللي الناس تستغطر به جدا وتستعجل من الركوع وتستعجل من القيام من السجود صحيح يعني شوف لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول وسبحان الله وإيه وسبحان الله والحمد لله قوليهم كده قولي كده سبحان الله والحمد لله والله أكبر خلينا في الاتنين بس عشان هم اللي فيهم الحديث سبحان الله والإيه والحمد لله تتخيلي أن حضرتك دلوقتي أنت قاعدة في قناة الصحة والجمال وقاعدة مع الشيخ وكلمت الكلمتين دل سبحان الله والحمد لله أنت تتخيلي نمزانك يوم القيامة ما نه دلوقتي تب الله عليك لو صنتي طول عمرك الصيام ما بين الرد والقبول تب الله عليك لو صنتي طول عمرك الصالة ما بين الرد والقبول كل الأعمال بتاعتك ما بين الرد والقبول إلا الباقيات الصالحات والصالة على الرسول صلى الله عليه وسلم بصي كل أعمالك تصومي بصيت الحد تصومي قلتي هو إيه الصيام ده ده الواحد تعبان وأرفان تصومي وبعدين اغتبتي تصومي فكل ده ينقص ينقص أما لو قلت سبحان الله والحمد لله قلي بالله عليك إيه اللي ينقص منها نطقت الحرف غلط قلتها بزعي شخطف اللي انت بتقول سبحان الله ده النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غضب يقول إيه يقول إيه سبحان الله يعني سبحان الله في إجلال المولى عز وجل يعني برضو ناس مش عارفة يعني إيه سبحان الله سبحان الله ده كلمة عظيمة ده حتى الرعد بيسبح بحمده لما بيعمل سود برضو بيسبح لربنا خلاصيها بقى وإن من شيء وإيه يبقى الترابيزة دي بتسبح بحمد الله والعبية اللي حضرتك لابسها بتسبح بحمد الله والكاميرا دي بتسبح بحمد الله والمخرج واللي حواليها يقوله سبحان الله دلوقتي إذن ما من شيء إلا إيه إلا يسبح بحمده ده في بعض الناس تطرفوا في الحمد وقالك حتى كمان جاء بتسبح بحمد الله وحتى العود هو اللي بينطأ في ناس تطرفوا في هذا وقالوا قالوا إن من شيء إلا يسبح بإيه إلا يسبح بحمد يعني إيه التسبيح التسبيح هو تنزيه الله عن كل نقص تنزيه الله إيه عن كل نقص يعني إيه تنزيه الله عن كل نقص يعني وحضرتك كده في عز الألم وفي عز الفقر لو ظنيت إن ده مستحيل يبقى ما سبحتيش رباني سبحانه وتعالى أي بحضرتك كده وأنت بصي والإنسان في عز مرضه والمرض شديد للغاية لو ظن إن المرض ده لن يشفى منه لأنه صعب لا نقوله لا قدرة الله لا تتعلق بمستحيل سبحانه وتعالى قدرة ربنا إيه لا تتعلق بمستحيل ما فيش عند ربنا اسمه مستحيل المستحيل عند مين عندنا احنا المستحيل عند البشر المستحيل إن البشر يطير المستحيل إن البشر يتنفس تحت الماء المستحيل إن البشر يمشي من غير رجلين المستحيل إن البشر يمشي في الدنيا دي من غير فلوس كل دي مستحيلات أما بالنسبة لله ما فيش مستحيل ما فيش مستحيل يبقى حضرتك ساعة ما بتسبح ربنا أنت بتقول يا رب أنا بثبت لك كل صفات الكمال والجلال ما عندكش نقص يا رب ربنا كامل ربنا ما يمشيش عشان يأكل ربنا ما يجوعش ربنا ما يتألمش ربنا ما يروحش الدكتور عرفتي بقى لما تنزه رب العباد سبحانه وتعالى وتضعيه في قدره العالي الرفيع سبحانه في السماوات إله وفي الأرض إله هو ده أنت بتسبحي ربنا طول ما أنت بتفكر تفكير نقص في الله يا ما ما سبحتهش صحيح شفت الراجل بقى أن يحي أو كالذي مر على قريات وهي خاوية على عرشها رب العباد قدبوا الأدب الربان رحمة من أي يمه نام بقى وأكلت جنبك وفجأة بعد مئة عام يتلاقي القرية اخضرته والشجر فيها والشوارع والعمارات بقت حلوة والفلوس كتير والأسواق زحمة فاوعي تظني أن رب العباد سبحانه وتعالى في أي صفة من صفات النقص صاعت ما تقول أن ربنا كامل وتعتقد من جواك أن ربنا كامل يبا هذا سبح الله أما لا أعتقد أن ربنا ما يقدرش يعمل له كذا لا ده بني فخر الدنيا ما يقدرش ربنا يجيبه لا ده مش عارف إيه هو أنا هجيب أكل منين لا 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 رب العباد سبحانه وتعالى قادر صحيح ناخد التصال مرحبا سلام عليكم مع أنا حدا تاني سلام عليكم سلام عليكم أم حبيبة تفضلي عليكم السلام بنتها عايزة تبقى صالحة تطلع صالحة زيزي الأموة تبقى صالحة يعني تبقى تطلع صالحة زيزي حاضر أجو أجو الست اللي عايزة بنتها تبقى صالحة والراجل اللي عايز ابنه يبقى صالح يبقى هو صالح صحيح وكان أبوهما صالحا عشان كده هما طلعوا إيه صالحين صحيح فمعروف أن الولد شبيه أبيه وأن البنت شبيه بأمه وأن الجينات اللي موجودة في الأبها هتنتقل لولاده والجينات اللي موجودة في الأم هتنتقل لبنتها فإذا أرادت الأم أن تبقى بنتها صالحة رقم واحد ما تزعقش في أبوها قدامها رقم اثنين ما تسبش وتنعين قدامها رقم ثلاثة ما تدعيش على حد قدامها وتفرض في الدعاء قدام الدعاء بشر رقم اربعة أن تتودد لأبيها الست اللي عايزة بنتها تبقى حلوة مع جزها تقعد هي جنب جزها ولغة الحمام بين الزوجين مش عيه الناس في مجتمعنا مفكرين الست لما تقعد مع جزها وتقعد كده تخصدر معها بكلمة أو بحركة مفكرين ده عيب فبيعلموا الولاد القساوة بيعلموا الولاد أن دي الحياة الزوجية المثالية أن تبقى مكشرة أن جزك لما يجي غزلك لو تقول بطل إيه لتأدب أن مراتك لما تيجي تقول لك مش عارف إيه تقول لا عيب احتشني هذه ليست حشمة فإذا أردنا صلاح الأولاد لازم نعمل لهم مجتمع مثالي لازم الست لما تكلم جزها عارفة أن بنتها بتسمع وبتلقط والأمة عند بناتها مقدسة والولد عند أبوه مقدس الولد عند أولاده مقدس فإذا من أرادت أن تكون ابنتها صالحة فلتكون هي صالحة إلث يعني ده إلث البنات والأولاد بياخدوه من الأب والأمة إحنا عادي خايفين من إيه دلوقتي يا أميرة من الكورونا الكورونا لأنها إيه ابتلاء بتعدي صح؟ صحيح والأخلاق بتعدي زيكروه صحيح أنت لو مش يتي مع جماعة سيئة إيه ما هي الأخلاق بتعدي صحيح أنا عفوا في النفس مش يسمي أحياء يقولك لا أنا مش هسكن في الحتة الفرانية يقولك لا أنا يقولك ده بلدي لا ده بيئة لا ده مش عارق يبقى الأخلاق بتعدي إلا ما بتعديش طوام أو التاني يقولك لا أنا هسكن بقى في المكان تقوله ليه يقولك أسا ناس متحضرة ما هم هدون نفس الناس ويحملوا نفس البصبور صحيح أخلاقهم عالية لازم الأب ما يشتمش الزوجة هو أولاده عادي ما يضربهاش وهو يقول لها بهدلك وأبوك وأمك وخالتك وعمتك مين اللي بيخلي البنت تتفرض في حقوقها لما تتجوز لأنها شافت أمها بتتهام مرة واثنين وثلاثة واربعة الولد بيطلع متجبر على زوجته أبنين لأنه شاف أبوه بيضرب أمه مرة واثنين وثلاثة واربعة فالأخلاق بتاعدي فاللي عايز صلاح أولاده يصلح من نفسه ده يعني هو بعيدا عن موضوعنا بس ده بقى يعني أثار نقطة تانية خطس فيه بقى غلاق في المهور دلوقتي ليه؟ الأب خايف ويجي واحد يعمل في بنته كده وهو عارف هو بيعمل إيه فبرضو ده عدوى يعني هو عارف اللي فيه واحد مش هيتقرب بنا فيها فهيعمل إيه؟ يغلي المهور عليه عشان لما يعوز يطلق أو يعمل يعني أي حاجة لأ يبقى أنت هتتعمل واحد اتنين ثلاثة وأنا كده ممسكك إيه؟ من إيدك اللي بتوجعك زي صحيح صحيح الأولى الغلاق في المهور إخوانا الأسدزة في كليات التربية الاجتماعية قالوا هذه مشكلة اجتماعية ملاش حل كل من أتى لابنته رجل يغالي في المهور وهو خلاص خطب حد يخطب بنته من الخميس فقعد يغالي يقول له خمسين ألف وستين ألف وسبعين ألف فتاني يوم راح يخطب لابنه الإسبوع اللي جاي راح يخطب لابنه فقال له ستين ألف وسبعين ألف سيقولهم ليه؟ وحرام والحكاية مش كده فدي مشكلة اجتماعية تحتاج إلى عقلاء تحتاج إلى عقلاء والعقلاء في مسألة المهر وخلافه قليل 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 أنا أكلمك عن نفسي أمان يعني بنتي الآن على واشك الوضع مهروها ألف جنيه مهروها كام؟ ألف جنيه وبلا قائمة منقلات وبلا قائمة منقلات الغلاء ده ينتج عليه الغلاء في المر ينتج عليه أنه مسكها على كره مسكها خايف من الفلوس لأننا أريد أن المتزوج يحب الهاذي ويمسكها على حب وأنه اللي يسيطر على هذا البيت هو المودة مودة ورحمة كما قال بعدين هم رجال زمان كانوا بيغضوها أمانة زي ما قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لكن دلوقتي هو بياخدها وبيتعامل بشكل مش ديني مش أخلاقي مش بأمانة الله عز وجل يعني هو مش عارف لو مش أخذها من أبوها هو أخذها من ربنا عز وجل رص يا أميرة الناس زمان كانت بتتجاوز بيوت الآن بيتجاوزوا جسس الآن والدي والدي كان إذا دخل إلى بيتي يقول أنا أخذ بنت فلان فعني إيه بنت فلان دي كلمة البسيطة دي يعني مدرسة تربوية فلان ده رجل حمش رجل شديد لا ده رجل كرم أهله ده ما خليهم عندهم حشمة كانوا بيروح يختاروا مدارس تربوية أما الآن بيقول لك أنا أعيزها ستايل أنا أعيزها طويلة أنا أعيزها رفيعة لا أنا أعيزها شقرة لأ أنا أعيزها مش عارف إيه فالنهاردة بقت مواصفات شكلية صحيح ولذلك النهاردة حضرتك معظم أسئلة البنات اللي يسألوها إيه إزاي اختار خطيبي والتاني إزاي اختار خطيبتي مع أنه فعلى طول تقول له شور اللي حواليك صحيح شور اللي حواليك معظم الجوازات النهاردة عندنا مشكلة في الثلاث سنوات الأولى سنة أولى سنة تانية سنة تالتة جواز كمية الطلاق فيها تصل لستين في المائة صحيح ثم بعد ذلك المؤشر ينزل صحيح كمية الطلاق اللي موجودة دي الطلاق لي بقي لأنه كان جواز نت و أنت تعلمين أن الشاشة براقة صحيح الشاشة لها بريق و اللي هيشوف محمد دلوقتي على الشاشة هيتصدم لما يشوفه في الحقيقة الشاشة فيها تجميل الشاشة فيها يعني لا تقول الحقيقة كاملة فالناس اللي عاديين بيحبوا بعض و اتجوزوا من على شاشة التليفون الشاشة خداعة فلما تظهر الحقيقة الشاشة لا تظهر الأخلاق صحيح ما فيش واحدة تتعيش على طبيعتها في فيديو قدام واحد بتعرض نفسها عليه أو بيعرض نفسه عليها لا فلما يصطدموا بالحقيقة بقى و يجد أن هذه لا تستطيع أن تصنع له فنجانا من القهوة أو فنجانا من الشاي أو مع أول شهر مش عارف يأكل من إيديها أكلة و كل اللي كانت بتقدمه له هو لبس فقط كأنها عرضت أزياء لا ده أنت زوجها يعني احنا عايزين نعمل جيل كامل من أولاد وبنات عارفين ربنا عز وجل عارفين قسس الدين الصح الاعلام عليه دور كبير لانت عارف حضرتك كل الأشكال الاجتماعية مصدرة إلينا من خلال الأفلام والمسلسلات والبرام انت عارف يعني بس بنعترف قدام الناس إخوانا لما لهم طبعوا قدام الكاميرا خلاف طبعها هذه الممسلات اللي تلاقيها في دور لا يرضي أحد فجأة تلاقيها بعد الكاميرا عمالة صحبة سجدتها وبتصلي فالناس قعدة بصل قدام الكاميرا مش بصل السلوكيات الناس بعد الكاميرا فعلينا أن حضرتك علينا أن الإعلام يصدر أنماط محترمة تقلد للشباب وأنماط محترمة تقلد للبنات إذا الإعلام انضبط حضرتك هترجع البيوت لهدوءها وهترجع الاختيارات هتبقى على أساس من الدين وعلى أساس من التربية السليمة أما النهاردة الإعلام صدر لنا صورة أنت عارفها الإعلام يقوم على سنة مقاومات إبهار لوني إبهار سمعي إبهار حركي فدي بضاعة مزيفة دي بضاعة مزيفة خلينا للراقصة الاستعراضية اللي طلعا مثلا في مشهد وعمالة هارية دنيا استعراض طب هي تمشي في الشارع تمشي إزاي تمشي منضبطة فحضرتك إذا انضبط الإعلام العربي كله ليه لأنه هو المعاول عليه تربية الأمم وتربية الشعوب إذا انضبط الإعلام العربي فهتجد البيوت رجعت لاستقرارها وهتلاقي الأمور أنا بايخد ديه على شام من أسرة كريمة اللي كان يسموه جواز إيه؟ جواز صلونات جواز صلونات اللي كانوا بيعيبوا عليه أحسن من جواز المكاتب أنا مع حضرتك جدا في النقطة دي مع أن في ناس كتير يعني هاي دايق يزعلوا مني من الموضوع ده بس الجواز الصلونات ده من أرقى الجواز اللي ممكن حد يعمل يعني فيه وقية شرعية في ناس كتير متعرفش عن إيه وقية شرعية ممكن لو حضرتك تقول له بس واحد بيشوف واحدة في وسط ناسها في قلب بيتها صحيح فده بيخلي فيه شرف وعزة للبنت ليه ما يشوفهاش بره يا أمير أنا رأيي ما يشوفهاش بره لأن في وسط أهلها ليها مكانة خاصة وعشان بيتقل الله عز وجل أنا فاهم أصدق أصدق تقولي أن هي في بيئتها الطبيعية أي بالزبط كده فهترد على أبوها إزاي؟ هترد على أمها إزاي؟ هترد على أخوها الفرفور اللي بيتمطط عليها ده إزاي؟ داخلها مشيتها معمول لها حساب فأنت هتشوف فيها في بيئتها الإيه؟ الطبيعية في بيئتها الطبيعية أمها تبقى موجودة أبوها موجود هيتحط أكل في أعرف هيتحط شرب في أعرف فاللبس بتاعها طالع منضبط هي دي اللبس الانضباطي اللي عليه أكتر من رقيب موجود في البيت فيبقى جواز الصلونات اللي هو نسميه جواز العيلة أنا داخل بتجوز عيلة هو ده الأفضل وهو ده الأحسن أما لا مانع أنت أصل حضرتك كله يتحاجي يقولك لازم أحبها لازم أحبها لازم الحب وفترة صحيح طب إيه رأيك بقى من أجل الحب ده بدل ما يبقى فترة قبل الخط فترة بعد الإيه؟ صحيح بالعشرة الطيبة بالعشرة الطيبة صحيح والكلام الطيب للأسف أستاذ أميرة إذا اجتمع خطيبان لا يتكلموا في مهام الحياة القادمة ورسم حياتهم على أسس من الأخلاق والدين إلا نادرا صحيح هو خلاص هو يعلم أنه صدروا له كده خلي خطيبتك تحبك خلي خطيبك يحبك اعمل له إيه؟ البسيله مثلا اعملي مكازي اللي بيحبه كلميه حلو اوعي تكشير في وشه ما تعيشيش بحياتك الطبيعية عيش بحياتك المزيفة فبالتالي الرجل بعد كده تجد الأمور تكشفت يعني فأسأل الله نحن عموما يا أميرة الأمور بتهدى والإعلام الرسمي عليه معاول جامد جدا يبتدى يهدي الأمور وهتلاقي بيوت إن شاء الله فيها صلاح وأملنا أن تبقى الفترة اللي فاتت دي فترة سيئة من حياتنا ونعود إلى حياتنا التي أنجبت السعادة وأنجبت العباقرة كطاع حسين كنجيم محفوظ كمحمد عبدالوهاب هتجدك النهاردة بتفتح الموادية إحنا عندنا برؤية الصلاحات بس أنا مش قادرة ما أدين البقيات الصلاحات الكلام ده يبقى لنا إن شاء الله إن شاء الله يعني اللي إحنا نربي عالم مسلم عالم مش بس قاعد في المسجد لأ ده قاعد في المسجد وعالم بعلوم الدنيا يعني مش اللي أنا أقعده في المسجد بس وهو يبقى كده صالح لأ إحنا بنبني جيل بيلمع كده بيلمع في العالم كله لما حد يشوفه يقول ده مسلم مش مسلم عشان هو لابس تبس معين لأ أنا شايف على أخلاقه ده هو مسلم لما بيجي يبص الواحد عنيه في الأرض ليه أصلي إسلام يقلي كده أنا نفسي فعلا نربي جيل عالم مسلم حضرتك الكلام اللي أنت بتكلميه ده هو اللي عاشته أوروبا قبل القرن الستاشر كانت عايشة دور العالم اللي هو قاعد في الصوماء بتاعته وملوش علاقة بالحياة على الإطلاق كذلك عندنا العالم المسلم الآن أنا أسفل لأنا هقطع حد جدك بس في تصورات كتير لا تفضل السلام عليكم طيب ماشي تفضل العالم المسلم في شكله الحالي هو عالم من بري واخدي برضه والمنابر عندنا لا تؤدي الغرض بالكامل بدلين تخش الجامع تطلع من الجامع تلاقي اللي بره قدل لجوه فيبأ إذن المنابر ما أميتش المنابر في الحركة الحركة الصعبة بتاعت أقتيل الناس بتاعت الجيش والشرطة لسه ما أميتش بدورها في ناس لسه عندها أفكار متطرفة صحيح فالشيخ اللي حضرتك اكتفى بأنه تلت ساعة يتكلم فيه في الجامع هذا فشل في مهمته ده فشل في إيه عليه أن يخوط الحياة عليه أن يعيش أقولك يا أميرة وأنا شاب زي الشباب يعني فكنت أرجع من الجامعة عشان أتفرج على الفيلم اللي بيجيبه القناة التانية كان بيجيبه فيلم اجتماع أمريكي الساعة 2 فتلاقيت دور الأسيس برا خلاف دوره هنا خلاف دور الشيخ فتلاقيت الأسيس قاعد في الكنيسة بتاعته أحيانا يقولوا في الكاوبوي في بقرة وعد في بقرة وكلام ده تلاقيه هو أول واحد يعمل إيه يركب الحصان بتاعه ويجري مع أهل القرية ويروح يطلعه البقرة اللي وعد فين شيخ الجامع بتاعنا دوره تلت ساعة يوم الجمعة في الجامع وبقية الأسبوع قاعد مع مشاكل الناس قاعد بيحلهم قوليلي هقولك على وجيه أنا عايشة دلوقتي ويبدو أنت تتفرجتي على فيديو بتاعي مبارح وجيه أنا عايشة دلوقتي بالله عليكي الفتاوي اللي موجودة على الفيس واللي موجودة على اليوتيوب مش كان أولى علماء الدين في الفترة اللي فاتت ديه هم والأطباء هم اللي يتساعدوا الموقف صحيح ده حقيقة مش بالمفروض هم اللي يتنصحوا من قبل الوقت طب الله عليكي في أزمة كورونا اللي فاتت دي عرفتي أي دور لرجال الدين إلا المؤسسات الرسمية كدر الإفتاء والأزهب هم الاتنين اللي بيتكلموا دول لأنهم رسميين بيتطلب منهم أما من المفروض كان الجامع في الفترة دي يبقى مش على النور والجامع اللي كنا زعلانين عشان ما بنصليش فيه ونقول التواشيح كان مفروض يطلع اللي أحسن من التواشيح يطلعها نصايح للناس كان بعد ما الجامع يقول الله أكبر الله أكبر يا أهل الحي من المصليين نوصيكم بالالتزام بالبيوت من فضلكم التزموا البسوا الكمامة عمرك شفتي جامع في مصر أو في الدول العربية قال الكلام ده أنا ما سبعتش إذن أين دور للشيخ دور الشيخ أن يطلع يوم الجمعة يقول لنا ربع ساعة كلام منمك ومشخصك وين تقرأ لا لا على إخواننا العلماء وإخواننا المشايخ الجامع لازم يقوم من أفضل الأماكن اللي تقوم بالمهام الوطنية الكبرى في وقت الأزمات وده عندنا الوقت ده لمسمى شرعي ده بيسموه عندنا في الشرع وقت النوازل عارف وقت النوازل مين اللي يتكلم بس كبار المجتهدين كبار مين يعني الشيخ الصغير اللي قدي كده ولا يفتح بقه على الإطلاق مين اللي يتكلم في وقت كورونا دي ما يتكلمش فيها لكبار العلماء الأمة كبار علماء العالم أما النهاردة حضرتك العلماء سايبين الولاد موجودين على الفيسبوك كل واحد انت فاكرة أول ما كورونا أميرة جاء قاله إيه قاله الحمد لله احنا في شهر أربعة وبعده شهر خمسة وشهر ستة مش هيبقى فيه ولا حالة الجو حر كذب الفيس الدجاج وبعدين قاله لا أنت تاكل بصل وتاكل رنجة وتاكل مش عارف إيه وانت بيجي لكش كورونا والناس طبعا لسه طالعة من موسم إيه من موسم الرجل وجالهم إيه وجالهم أصلي الكورونا ما بتجيش للشباب ولا بتجي للأطفال ودلوقتي الأموات ابتدت إيه فالأمر الأمر خطير صحيح طبعا فيبقى حضرتك بقى على المشايخ ولا العلماء عليهم أن يتصدروا المشهد وهم اللي يقوموا بالكلام ده احنا عاديين كل حاجة الشرطة 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 لا يمكن لو أن الشرطة نص مليون إزاي نص مليون يقدر ينظم مئة مليون وخمس فعلينا أن كل الإعلاميين يقوموا بدورهم السادة العلماء يقوموا بدورهم على كل المؤسسات تقوم بدورها الطبيعي نحن في نكبة كبيرة نحن في نكبة كبيرة حضرتك اللي مات في الأيام اللي فاتت اللي مات في الحرب جزء مني احنا كده اتكلمنا عن الباكرات الصالحات من ناحية كورونا طيب الناس دلوقتي قاعدة في البيت ويعني البيوت عشان مش متعودين يعودوا مع بعض مش مستقرة تلت تربع الناس جاي لها اكتئب والمعظم التاني بتخلقوا مع بعض وإلا ما نراحي مع ربي يعني بعودوا يذكروا الله عز وجل عايزين حالك تقول لنا يعني ذكر الله في بيوتنا زي بيخلي ما فيش اكتئب وفي استقرار وفي فرحة في البيت يعني يعودوا يعملوا إيه سكورونا عز وجل انتي عارفة فيه حوار كاتبه طفل على وسائل التواصل الاجتماعي فحد المدرس تقريبا كان بيقوله كل واحد يكتب حلمه في موضوع التعبير فهو كاتب قال نفسي يبقى موبايل نفسي يبقى ايه؟ موبايل الناس كلها مشتقة ليه الناس كلها قاعدة معها 24 ساعة الام قاعدة بالموبايل بتاعها الاب قاعدة بالموبايل بتاعه الاولاد كل واحد بما فيهم الاطفال سن سنة قاعدين بالموبايل بتاعه الموبايل اصبح من اسباب التعاسة اصبح من اسباب الاكتئاب لان كل واحد عايش عالمه الخاص واحد قاعد مع الكورة واحد قاعد مع الفن التاني قاعد مع الاخبار فكل واحد عايش عالمه وكل عالم من العالم اللي احنا بتكلم عليه اللي قاعدين مع الفن حر الفن لا يرضي اللي قاعدين مع الكورة حر الكورة مزري اللي قاعدين مع بتاعه الدين بتاعه الدين ما بيتكلموش اللي قاعدين حتى ببرامج مش عارف الايه فكل العالم كآبة كآبة بتوع القرى بتكلمه على كرونة بتوع الفن بتكلمه على كرونة الإعلامين بتكلموا على كرونة المشايا بتكلموا على كرونة فعملو له جو من الايه؟ من الاكتئاب والاكتئاب يقلل المناع فسبب السعادة نستغنى عن الباقة شهر ما نجددتش الباقة الشهر ده يعريد ان نستغنى كده فراد ما هو انا بقولك ده المستحيل لو انه هي إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم أنت whatsoever عليك أو أن تعيشي من غير موبايل طب جربي كده جربي ما احنا كان صعب علينا نعيش من غير كورة وعيشنا طب انا دلوقتي هستغنع عن الموبايل هعمل ايه تعود تتكلموا مع بعض ايه دور الاب والام اللي هما يطلعوا جيد يعرف ربنا عز وجل دور الاب والام يفتحوا حوارات ايه رأييكو في كذا ايه رأييكو في كذا يرجعوا للأدب مرة اخرى ما قصدش الأدب اللي هو الطربوي ولكن الأدب اللي هو القصص انا انا محمد هو لما الدنيا تديق بيه قوي ارجع لقصص صحابة ليدي بقيت فرش كده والامور تفتحت فانت عارف الاسلوب القصص لذلك رب العباد سبحانه وتعالى معظم القرآن الكريم اسلوب قصصي فحضرتك لو انهم شافوا القصص المصور او شافوا القصص المكتوب على الاب عليه دور كبير ان يخرج الاسرة من الحال اللي موجودة فيه الى حال جميلة اخرى يفتح حوار حوالين صورة البقرة يفتح حوار حوالين صورة القصص يفتح حوار ويقعد يصحح المعلومات يحكي لهم عن سيدنا النبي وقربهم منه اكتر ايه ما انا بقول لحضرتك هو انه اذا استغنيتي عن الموبايل هتجدي عندك كنوز انتي قد اهملتيها واهلت عليها التراب كتنفعك احسن من الاخبار اللي بتتتبعيه فعندنا دور الاب والام التربوي احنا احنا عايزين خلينا يكون متجاوز في الكلمة اللي جاء والمشاهدين ماذا علمش احنا هالرب يعقول ولا نشيل القافل حط مكان هجيم صحيح احنا بنعرف الولادنا ولا بنرب ولدنا البيوت الان مهتمة لازم الولاد يأكل لازم يأكل لازم يشرب لازم اجيب له اللي في نفسه لا لازم يتربى لازم يتعلم اه سيدنا رسول الله شوف الجماعة الجماعة اللي في الجهلية اللي احنا زعلانين منهم وبنقول الجهلية وحشة شوف النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وهو لسه طفل رضيع يودوه فين يودوه الحياة الصعبة بديئة بني سعيد بديئة بني سعيد يودوه الحياة الصعبة يودوه الحياة الجبلية يودوه علشان لما يتعود على الجفاف لما ييجي المدينة يحس بالنعمة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم على ما ربي عليه لأنه ربي عند رجل فقير وعند امرأة فقيرة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم ما كان متع الحياة ولا لها لازم عنده لأنه تعود على ذلك لا وكان جده عبد المطلب هو كان بيفتغر أنا ابن عبد المطلب لا هو لو حضرتك لو عاش حياتها عبد المطلب كان نعيش مليونير بس عبد المطلب كان يعني مش مليونير قوي لأنه كان متوسط الحياة لا 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 مليونير خالص بس كان يعني بيرزع الناس كلها غير الجزء التالي من العائلة اللي هم الأغنية لا أميرة أميرة عبد المطلب لما يدبح فدوة في يوم واحد مئة جمل مئة جمل في كم الوقتي مئة جمل في تلاتين ألف جنيه أميرة تلاتين في مئة ده الأمر خطير فلما يرمي على الأرض عبد المطلب أنت حضرتك أنت عارفة من جدود النامي صلى الله عليه وسلم اللي هو هاشم عارفة وما اسموه هاشم أصلا اسموه عبد هاشم ده لقب عارفة سموه هاشم لي لأنه طول السنة بيكسر العيش الناشف ويضعه في جراب عشان لما الحجاج تيجي يأكلوا الحجاج فعبد المطالب كانت تؤتى إليه هدايا من كل الحجاج فكان يحتفظ بهذه الهدايا وأسبحها لهم ويعد لهم طعام تخيالي للحجاج اللي بيجوا على مدار السنة عبد المطالب كان يأكلهم فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعيش طرف الأنبياء كده يا أميرة بص حضرتك أنت متخيلة سيدنا موسى كان بيأكل بمعلقة فرعون يعني فرعون اللي عمل ضوافر دهب وعمل الشبشي بتاعه عزك الله دهب وعمل حاجة على صدره غطى صدره دهب وعمل الإقونة بتاعت على رأسه دهب ودهب في جميع النواحي فيبقى كان فرعون هيأكل إيه هيأكل بمعلقة دهب هيأكل في صواني دهب هيأكل في حلل دهب فموسى كان بيأكل الكلام ده لأنه ربيا فيه هذا ومع ذلك لا حياة الأنبياء مش كده ساب كل ده وراح لمدين ينام تحت شجرة ويشتغل أجري لمدة عشر سنين سبحان الله فدول مش بتوع أكل وشرب دول بتوع قيم ينشرونها القيم والأخلاق وينشرونها الدينة في العالم فسيدنا موسى انت متخيلة كده أنه أن سيدنا موسى يسيب العز يسيب قصور فرعون والمعابد المنيفة انت عارف المثال لما طوال فتحتها أستاذة انت عارف العمود بتاع المعبد لما طوال فتحته ما بتجيبش نص الأعدى فهذه البيوت المنيفة وهذه البيوت الفارهة والمتاع لم يستقب لسيدنا موسى وطركه وراح يشتغل أجري لأنه الطرف يولد الأخلاق الرزيلة صحيح وسبحان الله كل الأنبياء كانوا بيشتغلوا في رعي الأغنم فهو حضرتك إذا أردت سياسة الناس فعلاك السياسة الأصعب معروف أن الإنسان عنده عقل لما التعامل مع اللي ما عنده عقل وتعودي بقى تخيالي بقى راعي الغنم بيعمل إيه طلت البل لا يعرف ينام بالليل هذا الراعي الراعي عندنا رئيس الجمهورية الملك الوزير ما بينامش الليل والنهار قاعد قاعد خايف خايف الناس تعمل شكوى خايف دول يجوع وخايف فقاعد 24 ساعة شغال يجتهد أحيانا يخطئ وأحيانا نصيب هذا فعل البشر فأنت متخيلة بقى أنه راعي الغنم أو راعي الأبقار يخاف عليها الزئب والزئب عنده ليل ما عندوش الزئب عنده نهار ما عندوش عنده بطن لما تبوها فمتخيلة بقى أن حضرتك راعي الغنم يحرصها ثم طوال النهار يخرج من مكان إلى مكان يتبين لها المراعي والمراتع طيب اللي قدر في قطيع كبير يسوسو نجح لما يقود بيته لما يقود مدينة لما يقود مجتمع يبقى قائد نجح لأنه جرب مع الأصعب فلذلك الأنبياء كانوا ربنا سبحانه وتعالى يجعلهم يأكلون من أعمال يدهم مثلا عندك أنت حضرتك بتقول سيدنا موسى سيدنا محمد تبنيجل سيدنا دول وسيدنا سليمان كانوا صحاب مصانع ده صاحب مصنع حديد وده صاحب مصنع نحاس فالأمور كانوا يحيون حياة شاقة ليه لأنهم لم يؤهلوا لمتع الحياة ولكن لإمتاع الناس بدخول جنات النعيم سبحان الله طيب هنأجع تاني بقى الموضوع من البقيات الصالحات طبا يعني البقيات الصالحات في القرآن الكريم ربنا أعلم خير ثواب وخير أمل نعم طب إحنا عارفين اللي إحنا بنقول لما بنقول سبحان الله وبحمد بناخد ثوابها أمل ليه يعني إيه الأمل في اللي أنا أقول سبحان الله والحمد لله لا ده حضرتك الآية معناها إذا أردت أن تضعي لك هدفا أعلى وأملا أكبر كلنا نأمل أنا عايز أبقى دكتور والتاني عايز أبقى مهندس والتاني عايز أبقى فيلا والكلام ده هذه كلها آمال يأملها الإنسان فالقرآن الكريم يقول أفضل أمل يسعى إليه الإنسان بعد مماته أن يعمل الأعمال الصالحات في حياته ده هذا هذا الأمل الكبير يعني هو بعض الناس آملهم على قدر همتهم واحد أمله داخل عايز يطلع في السباق الثاني يقول أنا لو جبت الميدالية البرونزية بقى بطل والتاني لو جبت الميدالية الفضية بقى بطل لا في ناس بقى أصحاب الأمال الناس نوعان نصور وأرانب الناس نوعان نصور تحلق في السماء وترى من مكان مرتفع وأرانب لا تنظر إلا إلى الأرض إلى حشائش الأرض فأصحاب المعالي وأصحاب الهمم العالية والآمال الكبيرة ما بيشتغلش في الصغار يعمل في كبائر وفي عظام الأمور والأمر يكون عظيما إذا تعلق بالله صحيح حتى إحنا عندنا كده في الشرع يا أستاذ أميرة نقول ما هي أفضل العلوم أفضل علم ندرسه إيه هل هو علم السيرة هل هو علم الحديث هل هو علم قالوا أشرف العلوم هو العلم المتعلق بكتاب الله اللي هو عبا اللي هو التفسير قالوا هذا أشرف العلوم من أشرف أحسن من نحو أحسن من الصرف أحسن من الكيمي أحسن من الفيزياء أن تنشغلي بأشرف العلوم وهي العلوم التي تخصصت في فهم معاني كلام الله ونعم بالله العليا العظيم يعني أنا أعود أكلم ابني شوية عن التفسير أجيب كتاب تفسير وصغية وكده وأعود شوية حلوه وحضرتك اللغة التي وجدت في القرآن الكريم هي اللي بتكلمها أنا وانت هي بس أحسن من صعبنا على نفسنا صعبنا النحو فمش عايزين ندرس عرب وصعبنا اللغة فمش عايزين نفهم حاجة لا لدى القرآن الكريم نزل بلغة جزلة لغة سهلة يكفي أنها نزلة من لغة قاموسية زي ما كانت موجودة في القاموس ومع ذلك لحد النهار دى لغة القرآن الكريم مفهومة لكثير من الناس تحض على الأخلاق وتحض على مكاريمها فأكون أن حضرتك كده مجرد بس تجيبي تفسير مبسط يعني احنا لما يجيب تفسير مبسط ده هيعلم بالطفلة عندي أنا اللي مركزة مع الأطفال لأنه هما جيل طالع هو ده الجيل اللي هيعلم الكبار بعد كده ان شاء الله صحيح يعني التفل لما يعرف اللي هو يبقى في معاية ربنا عز وجل ويعرف يعني ايه اول كلمة بسم الله الرحمن الرحيم ده هيخليه واصق في الله عز وجل وعرف يعني ايه قوة المعاية وزي ما حضرتك قلت قائد يعني يعرف ازاي يقود بيته الاول وبعدين يقود مجتمع او امه احنا بنخسر اولادنا كثير احنا نقعد نكلمهم في امور امور لا تنفع الانسان كثيرا ولكن لو ان ابنائنا علمناهم كيف يوصلون كيف يتوضعون كيف يتطهرون كيف يتكلمون مع ابائهم كيف يتكلمون مع ابائهم دي حضرتك الكلام الولد مع ابي هذه طريقة طيبة ويجب عليه ان نعلمه كيف يتكلم مع الكبير كيف يتكلم مع ان هو المساوي كيف يتكلم مع الاصغر كيف يتكلم مع البنت كيف يتكلم مع الولد كل هذه علوم لابد للإنسان أن يتعلمها في حياتي كي يقترب من ربيه سبحانه وتعالى طيب أنا بس عايزة حضرتك تقول كده للناس اللي قاعدين في البيوت وعندها اكتئاب وتتخنق معجوزها طول الوقت واللي مش عارفة تعمل ايه مع ولادها رسالة من حضرتك ليهم كده يعملوا ايه وفي مثل فرنسي جميل يقول إن لم يكن ما تريد فقارد ما يكون زكاة الحياة مش صعبة معاكم انتش قادر عليها لابد أن تضع من قواك الداخلة قوة جديدة فحضرتك على على أولادنا نخرجهم من عشة الغم اللي هم فيها علينا أن منعيش كورونا ل24 ساعة علينا من عودش في النكد الزوجي كثير علينا أن كل واحد يبزل في حاجة أستاذ أميرة اسمها تصدير السعادة لو أن المرأة صدرت السعادة لزوجه والرجل صدر السعادة لزوجاته والاتنين صدروا السعادة للأولاد كيف تكون السعادة يعني أعمل اللي بيسعدك وانت تعمل اللي بيسعديني وإحنا اللي بيسعدني وإحنا الاتنين نعمل اللي بيسعد مين بيسعد أولادنا فندور على السعادة ومكامل السعادة جوانا السعادة ما بيجيش من حتى تانية إنما كما قال مصطفى صادق الرفعي إن السعادة ينبوع يتفجر من القلب لا غيس يهطل من السماء وإن النفس الكريمة الراضية هي سعيدة حيث ما حلت وأن وجدت في القصر أو في الكوخ في المدينة أو في القرية بين الأكام والزراب وفي بطون الأودية السعادة فين؟ السعادة جوانا مش في الكنبة الجديدة ولا في الجلبية الجديدة ولا في التلاجة الجديدة السعادة جوه في قلب الإنسان فأسأل الله إن يسعدنا جميعا ويسعدك يا أستاذ كلمة عن الصلاة والذكر للأولاد بايدو يعني عشان بايدو الناس تهتمل بالصلاة والذكر العايز يبقى فيه صلاة بينه وبين رب العباد سبحانه وتعالى يقف في الصلاة ويصلي الصلاة هي ربط صلة بين العبد وربي وليعلم إن الصلاة صعبة مش صعبة في أدائها صعبة في إنك تروح لها لإن إبليس الخسيس أعد لك على حنفية المي وأعد لك وأنت بتغير هدومك وأعد لك وعند الصبونة وأعد لك في كل مكان فإزاي بقى تختارك كل هذه الحجب والحجز وتذهب إلى الوضوء ثم تصلي فرضك اللي هو بيسموه فرض صحيح مقابل النعمة صحيح وإحنا الفرق عندنا بين الحمد والشكر الحمد عمل لساني وقلبي عمل إيه؟ لساني وقلبي الشكر بقى تزود على اليوم الثالثة عمل لساني قلبي جوارحي صحيح يا ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي أعمل إيه بقى؟ أشتغلك أصلي لك أصوم لك فشكر النعمة عمل فشكر النعمة عمل عمل والستر في هذه الدنيا وجلب الأرزاق تلتزم حمدا تلتزم إثبات أن الله هو المنعم وأن الله هو الذي جلب كل هذا الخير لي فبحمده أما الشكر بقى لا أو مصلي أو مصوم وكل إنسان فرط في صلاته فما أدى لربنا شكراه سبحانه وتعالى إلا الصلاة الصلاة هذا عهد بين العبد وبين ربه أمال الدين صحيح أهو حضرتك يكفي بس الوضوء للصلاة يعمل عليه كسور نجاح من إبليس وأعوان إبليس ومن مخاطر الحياة وده إحنا فكرنا بنقول لازم نعمل إيه لازم نتوضى لازم نتطهر لازم نحط كذا ويعودوا يلفوا يلفوا حط سبيرتوز من التركيز السبعين وبعند يقول لك بس الوضوء أفضل سعيد فالله سبحانه وتعالى لو أن المسلمين أطاعوه لرفع ربنا سبحانه وتعالى عنهم البلاء واللي إحنا فيها أميرة محتاج حاجتين محتاج البقيات الصالحات بتاع عنوان حلقتك ومحتاج حاجة تانية صدقة وانت ماشي كده طلعي جنيه لفقير محتاج حاجة فعلية وانت طلعك طلعي التلاتك دي واشترك مامة ديها لأي حد ماشي بغير كمامة الصدقة والدعاء والبقيات الصالحات إن شاء الله تزيح الأمراض عن بلادنا جميعا والبلاء لا يتخطى الصدقة أبدا أبدا إلا الصدقة ومن يوقع شح نفسه فأولئك هم المفلحون وده يعني أحلى وقطيب كلام ممكن نختم به بشكرك شكرا جزيلا أنا اللي بشكرك وسعيد بيك ربنا يكمل وقت بيعدي مع حضرتك بزرعة جدا ربنا يحضر لك وشكرا جزيلا مع طواجتك معنا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا البقيات الصالحات من اللي قالها؟ سيدنا إبراهيم إذا سيدنا إبراهيم قالها إزاي؟ قالها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديثة الإسراء والمعراج لما طلع السماء السابعة قابل سيدنا إبراهيم سيدنا إبراهيم بلغنا السلام قال لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أقرأ مني لأمتك السلام وقال له إن غرس الجنة هم الباقيات الصالحات وهم خمسة الحمد لله وسبحان الله والله أكبر ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله فخليهم عوامي برسخة في بيتك التزبيح والحمد يا رب أنا ما ليش غيرك ومتوكل عليك إحنا ولينا ربنا ولينا اللي بيتم من نفسنا ربنا متوكلين علي عز وجل وشكوك دائما نعرخي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته